فصولهم الدراسية هي ساحة المجاورة للمدرسة هذا هو حال طلاب مدرسة النور بمخيم الجفينة للنازحين نظراً لزيادة أعدادهم وعدم كفاية فصول المدرسة فقد كانوا يتخذون من المنازل المجاورة فصولاً إضافية لكن أصحاب المنازل اضطروا لاستعادة منازلهم وغاد الطلاب في العراء تحت حرارة الشمس والغبار وأجواء الضقس المتقلبة وأنا أحد الطلابين الذين نرسوا فيه وقبل ثلاثة أيام شعرت المدير المدرسة أن يفرق البيت لأننا محتاج للبيت ثلاثين نزلت يعني قلت للمدير لك ثلاثة أيام وخرجتهم إلى حيدة الجامعة أعداد المسجلين هذا العام تضاعفت كثيراً عن العوام السابقة فقد وصل عددهم إلى أكثر من ألفي طالب وطالبة بحسب إدارة المدرسة كثافة يقابلها نقص في الفصول الدراسية والمقاعد والمعلمين وحتى المستلزمات المدرسية والكتب احتياجات المدرسة في وضعنا الراهن أولاً فصول دراسية عاجلة غير آجلاً بسبب ازدحام الطلاب وقد وصل عدد الطلاب إلى ألف ومائتين طالب ولا توجد لدينا إلا أربعة فصول دراسية فقط ما بنفهم شيء ولا حاجة لا أرد حين نفهم كلمة كلمتين ما هو السبب؟ سبب الزيادة للزحام الطلاب إلى أكثر من ألف ومائتين في كل شعبة ثمانين مئة الوضع ذاته مع مدرسة التحرير في ذات المخيم فالزيادة كبيرة في أعداد الطلاب اضطرتهم للدراسة في الكنتيرات والخيام وحوش المدرسة في ظل أجواء تؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي واستيعاب الدروس نحن جالسين في الشمس بين الأرض بين التراب بين الرياح بين الشمس بين الحرارة في اللبار ونرجو ونتمنى أن يحققون أن يندعنا كتب ونحن بهاجة إلى مدرسين إلى كتب لم يجد معنايا كتاب ولم يجد معنايا كتاب ولا فصول ولا تدرسنا عن جالسين في الأرض بين الشمس والتراب مدارس مخيم الجفينة لا تتجاوز أربع مدارس يصل عدد الطلاب فيها إلى أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة وهناك المئات وغيرهم لم تتح لهم الفرصة في الالتحاق بالمدارس طبعاً مدارس النازحين سواء في الجفينة أو في المخيمات الأخرى تم زيارتها في الأهم الأخيرة من قبل مكتب التربية والتعليم تم زيارة مخيمات السويدة وبطحاء الميل والدشوش ومخيمات التي قريبها من المطار على طريق المطار درسنا وضع هذه المخيمات الكاملة وبإذن الله تعالى سيتم صرف مخيمات خلال اليوم هذا أو غداً لهذه المخيمات ومن ضمنها مدارس الجفينة لتخفيف العبع على هذه المدارس دور المنظمات الخاصة بالطفولة والتعليم والنازحين يبدو محدوداً إن لم يكن منعدماً فما تقدمه يكاد لا يساوي شيئاً مقارنة باحتياجات الطلبة والمدارس ترجمة نانسي قنقر